كثفت الميليشيات الحوثية من جرائمها في الساحل الغربي ولكن هذه المرة بدافع الانتقام حيث تستهدف المدنيين وممتلكاتهم بالألغام والأسلحة المختلفة إلا أن القوات المشتركة تواصلوا إصلاح ما تدمره تلك الميليشيات أحدث تلك الجرائم كانت في إحدى الطرقات بمديرية جبرراس بمحافظة الحديدة حيث وصيبت امرأة مسنة وطفلة من فجار لغم زرعته الميليشيات المدعومة من إيران وأفادت مصادر محلية أن اللغم انفجر بسيارة يستقلها مواطنين في منطقة الفوها بمديرية جبرراس أدى إلى إعطاب السيارة وإصابة امرأة مسنة وطفلة وأكدت المصادر الطبية أن الجريحتين تعرضتا لإصابات بليغة بشضايا في مناطق متفرقة من جسديهما في جريمة ثاني وفي مخالفة لكافة الأعراف والقوانين فجرت ميليشيات الحوثي مدرسة النور للتعليم الأساسي والواقع في منطقة الرون غرب مدرية حيس قبل تحرير المنطقة من قبل القوات المشتركة وأظهر فيديو مصور بقايا مبنى المدرسة وقد حولته الميليشيات الحوثية إلى ركامن بعد نسفه بالعبوات المتفجرة وكانت القوات المشتركة قد أفشلت عملية إرهابية لميليشيات الحوثي لنسف مدرسة أبو بكر الصديق في حيس وتمكنت الفرق الهندسية من نزع وتفكيك عشرات الألغام والعبوات القوات المشتركة بدأت أيضا بعملية إصلاح الجسور التي فجرتها ميليشيات الحوثي شمال مدينة حيس وعملت الفرق المختصة على ردم وأصلاح الجسور التي تربط مدينة حيس بمثلث العدين ومدرية الجراحي بعد أن تعرضت للتفجير والتدمير الكلي من قبل الميليشيات الحوثية وما سببته من قطع لطرق مرور المواطنين وتقوم القوات المشتركة ببذل الجهود الكبيرة لإعادة تطبيع الحياة في المناطق المحررة مؤخرا وهنا يبقى الأمل أن تواصل القوات المشتركة تحريرها لكافة مناطق الساحل الغربي لكي ينعم المواطن بأمن وسلام